بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجرت قناة CNN International مقابلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردغان تحدث فيها بشأن العديد من الملفات بما فيها الانتخابات والسياسة الخارجية انتقد خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن وردا على تذكيره بتنديده بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الذي وصفه بالمستبد خلال حملته في انتخابات الرئاسة الأمريكية قال أردغان هل يمكن لشخص يذهب إلى الجولة الثانية وليس الأولى أن يكون دكتاتورا وتساءل أي نوع من الدكتاتورية هذا حيث تحالف الجمهور يدخل البرلمان ب322 نائبا والشخص الذي يرأسه يحل أولا ويتجه إلى جولة ثانية وردا على سؤال فيما إذا كان سيعمل مع إدارة بايدن في حال انتخابه مجددا أكد أردغان أنه سيعمل مع إدارة بايدن أو أي شخص يأتي محله إلى البيت الأبيض وأعرب أردغان عن ثقته بأن الشعب سيظهر قوة الديمقراطية التركية في الجولة الثانية أيضا من الانتخابات الرئاسية وفي رده على تساؤل لقد فزتم بسهولة في كل انتخابات دخلتم فيها خلال العشرين عاما الماضية وحطمتم الأرقام القياسية في الانتخابات لقد وصلت الانتخابات إلى الجولة الثانية لأول مرة في تاريخ تركيا ما مدى ارتياحكم الآن أجاب أردغان قائلا أؤمنوا أن شعبي سيظهر الديمقراطية التركية القوية في الانتخابات التي ستجرى الأحد ثمانية وعشرين الجاري أيضا لقد كانت هناك نسبة مشاركة قوية ناهزة تسعين بالمئة في الجولة الأولى ونوه الرئيس التركي إلى أن نسبة المشاركة تلك مهمة للغاية وقل نظيرها في العالم أما عن أسعار الفائدة قال أردغان لدي أطروح مفادها أن أسعار الفائدة والتضخم يرتبطان ببعضهما كلما انخفضت أسعار الفائدة انخفضت تضخم لقد رأينا نتائج الخطوات التي اتخذناها أما عن العلاقة مع روسيا فقد وصف أردغان علاقاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها خاصة حيث قال ليست لدينا مشاكل في علاقاتنا مع روسيا في الوقت الحالي ولسنا في مرحلة نفرض فيها عقوبات على روسيا مثل ما فعل الغرب لسنا ملزمين بعقوبات الغرب على الرغم من الضغوط المتزايدة على أنقرة وانتقد أردغان نهج الغرب غير المتوازن مع روسيا على حد تعبيره قائلا أنت بحاجة إلى نهج متوازن تجاه بلد مثل روسيا والذي كان من الممكن أن يكون نهجا أكثر حظا بكثير وشدد أردغان على أن روسيا وتركيا بحاجة إلى بعضهم البعض في كافة المجالات مشيرا إلى أن تمديد اتفاقية ممر الحبوب لمدة شهرين سببه العلاقات الخاصة مع بوتين أما فيما يتعلق بعضوية السويد في الناتو فقد أكد أردغان لن ننظر بإيجابية إلى عضوية السويد في الناتو ما دامت تسمح لامتدادات التنظيمات الإرهابية بأن تصول وتجول في شوارعها وقال الرئيس التركي أعددنا مشاريع لبناء مساكن في سوريا من أجل عودة قرابة مليون لاجئ وسنضمن عودة اللاجئين إلى بلدانهم كما علق على طلب رئيس النظام السوري بشار الأسد بضرورة انسحاب الجنود الأتراك من سوريا قائلا لا نفكر بذلك لأن التهديد الإرهابي متواصل وأوضح أردغان لدينا أكثر من 900 كم من الحدود وهناك تهديد إرهابي مستمر على بلادنا منها السبب الوحيد لوجودنا العسكري على الحدود هو مكافحة الإرهاب في الختام متابعين الأعزاء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة